بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مزكرا عبد العالي MVP Microsoft ونواصل في دورة Microsoft Fabric الدرس الثاني سنتكلم في هذا الدرس ونشرح إنشاء مستودع بيانات وكيفية نسخ البيانات من ملف JSON أو من URL يحتوي على JSON إلى جدول باستعمال Data Factory الموجودة في Microsoft Fabric إذن كما قلت في دورتنا هذا سنحدد فقط كل ما هو Data Engineering يعني لا ندخل إلى BI والPower BI إلى آخره ولا أيضا لData Science وكل ما هو ذكا استناعي فقط كل ما هو Data وآخر ما قمنا به كما تلاحظون هو إنشاء Workspace وتعلمنا كيف ننشئ Workspace هكذا ونضغط على هذا الزر هذا زر يسمح لي بإنشاء Workspace كما تلاحظون أفواً وهنا نكتب كل ما أردنا أن نكتبه Description لل Workspace وأيضاً هناك إمكانية إعطاء صلاحيات لمن يستطيع الوصول إلى Workspace إلى آخره إذن أنا عندي Workspace وعندما تضغط على New أو Novo هنا تتحصل على كل ما تستطيع إضافته في هذه المساحة العمل أوكي فأول شيء سنريد إضافته هنا بما أننا لن نستعمل الPower BI ولا نستعمل أشياء أخرى فقط كنا نستعمل كل ما هو معالجة بيانات إذن سنبدأ بأهم عنصر لدى مهندسة Data هو Data Warehouse فهنا يطلب مني إنشاء أو أعطاء اسم لـ Data Warehouse أو أعطاء اسم لهم مثلاً My Data Warehouse أظن يقبل المجسكيل Data Warehouse كما تلاحظون مباشرةً هنا يقوم بإنشاء Data Warehouse وكل ما هو يعني كما نسميه من العامية يعني Data Base فهنا سيقوم بإنشاء The Structure التي تسمح لي بإنشاء أو Data Warehouse هذا المستبدع البيانات أين سأضع فيه كل البيانات التي سأجلبها من عدة سورس يعني عدة مصادر بيانات كما تلاحظون هذا هو My Data Warehouse وأعطاني سكيمة وأعطاني أيضاً إمكانية لعمل كويري فهنا عندما أضغط على New أستطيع عمل New Query لإنشاء سكيمة لإنشاء جداول لإنشاء View إلى آخره فكلها موجودة هنا وأيضاً تستطيع استعمال TS SQL لعمل يعني UGL بوسطة SQL وإلا عن طريق الشيء الذي لم نذكره في بداية الدرس وهو طريقتين لتعامل مع Data أوكي سنرجع هنا سقبل أن نشرح الطريقتين وهو أن البيبلاين هو Data Factory أوكي إذن كما تلاحظون نستطيع إنشاء سكيمة New Query هنا نستطيع كتابة يعني كويري بالطريقة هذه أو مباشرة عند الضغط على كل منطقة من هذه المنطقة وتقل مثلاً New Schema New Schema ونسميه مثلاً سأنشي سكيمة جديدة اسمها ODS سأضع كل جداول ODS في هذه السكيمة سأعمل Refresh أو Actualize وكما تلاحظون الآن أعطاني كل الأشياء الموجودة في Schema بما فيها DPU مثل SQL Server والODS Schema التي أنشأتها وعندما أضغط على ODS سأجد الجداول مثل DPU لكن هذه الجداول الخاصة بي سأضع فيها كل ما أريد أنا كODS جداول ODS أوكي الآن لاحظ نريد جلب الداتا كما شرحت في بداية الموضوع وقلت أننا سنجلب الداتا من مصدر آخر مثل ما عملنا مع دورة Data Factory لاحظ عندما تضغط على هذا الزر Obtainly Donate أسف هو موجود باللغة الفرنسية يعني فمن المفروض يعني أحوله إلى الإنجليزي يكون أفضل لجميع هنا يطلب مني إما Flux de Donate وإلا Pipeline المقصود بالPipeline هو استعمال تقنية أو الفرنورت اللي اسمه Data Factory الذي شرحناه هنا في دورة كاملة موجودة خاصة بالData Factory كما تلاحظون تستطيعون يعني مشاهدة هذه الدورة الجميلة للData Factory أو طريقة أخرى في جلب البيانات وتعمل مع البيانات وهي عن طريق Power Query إذن يمكن استخدام في تقنية Microsoft Fabric تقنية متعددة لمعالجة البيانات وعمل UTL و ULT LOADING و TRANSFORM DATA بعدة طرق ومن الطرق الموجودة في الواجهة هي أننا نستعمل تدفق المعلومات أو بيانات عن طريق داتافلو الذي هو عبارة عن سوليشن أخرى لـ Power Query الموجود في الـ Power BI في الـ Power BI كان الإصدار رقم واحد أظن للـ GON هنا رقم واحد نعم داتافلو رقم واحد لكن الآن تحسنت الأمور بإصدار جديد للداتافلو وإذن نضاف فيه إمكانيات كثيرة يمكن أن نستخدم تحميل البيانات من مصادر متعددة من قواعد البيانات من نصوص إكسال يعني تحسينات كبيرة على مسوى هذه السوليشن وأيضا الطريقة الثانية هو استعمال الـ Data Factory التي كما قلت شرحناها ولا نعيد شرحها هنا لأنها موجودة دورة كاملة في الـ Data Factory وإذا سمح الوقت أيضا سنحاول أن نستعمل الـ Power Query لإنشاء كل ما هو Data Set وإنشاء عمل ETL بصفة عامة لا نريد هذا الـ Query إذن الآن بعدما أنشأنا منطقة أو سكيمة الخاصة بالجداول الموجودة في Data Warehouse الذي أنشأناه نريد جلب بيانات ونضعها في جدول على مساوى الطابل سنختار كما قلت السوليشن الخاصة بالـ Data Factory هنا سيطلب مني ما هو اسم الـ Pipeline الذي سننشئه سأقل له Pipeline سأترك الاسم وهنا سنتحصل إلى واجهة الـ Data Factory مدموجة مع Microsoft Fabric هنا المراحل كما تلاحظون على الجهة اليسرى وهنا كل الإمكانيات الاتصال بـ Source و Destination يعني المنبع أو Source و Destination هو مكان وضع هذه الـ Data حيث ستكون طبعاً في الـ Warhouse يعني في الـ Local Warehouse فأنا سأستعمل إذن كما قلت عندي ملف يعني URL JSON موجود هنا في هذا المصار سأنسقه وأبحث على إمكانية جلب البيانات عن طريق الـ HTTP HTTP أوكي عندي HTTP هنا أعمل Next و أضع الـ URL الخاص به و أعمل Test Connection و يقول لي نعم تم الاتصال بنجاح إذن هذا الملف أو هذه الـ Data الموجودة في الـ URL هذا هي عبارة عن Country يعني قائمة Country للعالم موجودة هنا في هذا الملف فكم مثال بسيط لتعامل مع Loading يعني Data وعمل UT البسيط فهنا استرجعنا الـ Data سأعمل Next أوكي هنا بعض الإعدادات الإضافية Next سيطلب مني ما هي نوع الـ Data سأقول له هي عبارة عن JSON سأرى Schema نعم Country في شكل String هذا ما يعني ما أراه عندي حق الواحد كما تلاحظون اسمه Country سنترك هذه الأمور كما هي ETF وهنا سيطلب مني أين سأضع هذه البيانات سأختار الـ Data Warehouse أو مستود على البيانات الخاصة به وبما أني عندي واحد فقط سأحدده My Data Warehouse أعمل Next هنا سيطلب مني تحديد الجدول بما أنه ليس عندي جداول لكن لا أريد أن يضعه في ديبيو بالـ ODS ODS وأقول له Country Country أوكي الحقل سيكون Country Country ثم 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 هنا أستطيع عمل الترانسفورم والماتشينج أو الماتشينج داتا يعني كل حقل أو كل Data Source أين ستوضع إذا كانت عندي حقول كثيرة في الـ Tablet الآن أستطيع حذفها يعني التحكم مثل ما شرحنا في دورة Data Factory نعم Next و Next و Next وننتظر وننتظر سيبدأ بعمل جلب البيانات ووضعها في الجدول الموجود في Data Warehouse والآن يشتغل وكما تلاحظون أنشأ لي pipeline يحتوي على مكونات Data Factory و نستطيع إضافة هنا في المنو نستطيع إضافة كل ما نريد ك كمباننتات خاصة بـ Transform و ربما أريد حذف البيانات في البداية يعني تنفيذ Script SQL لمسح Data لأننا دائما قبل وضع Data في الـ ODS لابد أن نمسح Data عن طريق Truncate لكن حاليا لا توجد Truncate سننتظرها حتى يضيفونها إن شاء الله أوكي فنستطيع إضافة Query هنا أو Proc لتنفيذ Clean للـ ODS قبل أن نشحن في كل مرة Data لنفرض أن هذه Data تتغير الآن بعد الانتهاء سنذهب إلى Data Warehouse و نذهب إلى ODS والجدول و كما تلاحظون Country Tab وهذه البيانات التي هي موجودة في ملف الجيزون قمنا بنسخها عن طريق أدوات Data Factory الموجودة في Microsoft Fabric بهذا الحل وتحصلنا على يعني Data بـ وكما تلاحظون كله يعني تستطيع عمل Save بعد ذلك كما تلاحظون لهذا البيانات الخاص بالData Factory نستطيع إضافة كما قلت مكونات أخرى هنا ولو رجعنا إلى البيانات هنا سنجد المكونات ولاحظ أن السورس هو الملف هو من نوع HTTP موجودة في URL HTTP و أين سنرسل الـ Data في Data Warehouse لإسمه MyDataWarehouse و سكيمة ODS و اسم الجدول هو CountryTable وهذا نوع المابينغ الذي استعملناه وكل هذه الأمور كما قلت شرحناها في Data Factory لا نعيد شرحها بطبيعة الحال لكيف نعمل المابينغ ونحذف الحقور التي لا نريد نقلها إلى آخره وكما تلاحظون كل الأمور نجحت تماماً وهذا هو كيف نتعامل الملفات عن طريق URL HTTP ممكن في دروس أخرى سنتعامل مع Azure مثلاً أو Data Base أخرى في أي مكان آخر فكل الأشياء الـ Connector التي هناك العدد هائل يعني فعلاً رائع الأمور الموجودة في Microsoft Fabric فعدد هائل من أنواع الـ Connection تستطيع الاتصال مع تقريباً جميع الـ Connector الذي يسمح لك بجلب الـ Data من Database سواء كانت في مكان آخر وجميع الملفات سواء كانت جيزون من وجود عن طريق الـ API أو HTTP عن طريق URL إلى آخر من أنواع الـ Data السلام عليكم ورحمة الله وبركاته